شكوى متكررة على السوشيول ميديا والرسائل الناس عمالة تبعاتها التليفونات إن البطيخ والخوخ بيسببوا إسهال في الموسم الصيف السنة دي وده خلانا الحياة نخصص حلقتنا النهاردة عشان نفهم إيه السبب وإيه التصرف الصح وكمان هنتكلم عن الفكهة عموماً يعني وأهميتها وازاي نستفيد من فكهة الصيف المتنوع والمبهجة بصراحة يعني أنا عشان بحب الفكهة فبحب أتكلم عن الفكهة ودي دعوة مني لحضراتكم أنتم كمان تحبوا الفكهة الدقيل فكهة فيهم ومميزات كتير بس إن نصائح بقى للتعامل وأكل الفكهة بطريقة صح وده لها نرفع من دكتور بسمة يوسري استشاري التغذية العلاجية والسمنة أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرت يعني أنا زعل قوي 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 لما يقولوا لي ما تكيش بطيخ السنة دي يعني إززيع أهلا فكهة أصلا إيه بقى إيه السبب في الشكوى دي وليه فيه كده السبب الأساسي يعني فيه ثلاث أسباب ممكن يكونوا يعني المشكلة الأساسية اللي بيحصل منها إسهال أو نزلات معوية من أي فكهة سواء بقى بطيخ أو خوخ أول حاجة هي ما بنجي نشتريه نفسه بسبب درجة الحرارة العالية ممكن يبقى فيه حاجات ممكن يبقى فكهة فزدة ممكن تكون فيها مشكلة درجة حرارة عالية جدا فلازم إن إحنا يعني عند اختيارنا للفكهة نفسها أو الخوف نبقى بنختار من مكان يكون معروض كويس يعني الحاجة ما تكونش عليها أشعة شمس حتى لو شكلها كويس بس لو واخد شمس كتير بس لو واخد شمس كتير ممكن الحاجات بقى فزدة بسبب درجة الحرارة عالية جدا تاني حاجة بتبقى مشكلة جاية من عندنا شوية الإفراط في إن إحنا ناخد فكهة سبيشالي اللي بطيخ نفسه فيه ناس بتقليها فعالية جدا فمع كميات كبيرة أكتر من احتياجاتنا ممكن تستغل يعني تخلي حركة الجهاز الهضمي أعلى فيبقى الواحد يحصله إسهال تمام يعني مفروض الواحد أد إيه بقى الكمية نفسها حسب البورشنز نفسها يعني البورشنز أد يعني شرحتين مثلا في اليوم شرحتين بس؟ شرحتين في اليوم بس يعني احتياجات الواحد من الفكهة شرحتين بس؟ بقى مفروض بطيخ شرحتين بس ده بطيخ ده خفيف ده سكر قليل ده ما بيتخلش يعني احنا مفروض احتياجاتنا من الفكهة كلها ما تعديش 12% من السعرات الحرارية بتاعتنا في اليوم اهلا القليل